قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل ووربيرغ إن الحل الوحيد لرئيس روسيف لديمير بوتين هو إنهاء الحرب ووقف العمل العسكري والانسحاب من أوكرانيا وفي لقاء خاص للقاهرة الإخبارية طالب ووربيرغ موسكو بالانسحاب من المناطق الأربعة التي سيطرت عليها مؤخرا باعتبارها أراضي أوكرانية الحل الوحيد لإنهاء هذه الهرب لازم رئيس بوتين يقوم بسعب قواته من الأراضي الأوكرانية وعندما نقول الأراضي الأوكرانية هذا دونتسك ولوهانسك وزبروشيا وأيضا القرم إذن كل هذه الأراضي جزء لا يتجزى من الأراضي الأوكرانية